تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضو المجلس العلا حاكم الشارقة صباح اليوم مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء وطلع سمو خلال جولته على أعمال الانشاءات في المباني الجديدة واستمع إلى شرح مفصل حول سير العمل في المشروع ومدى التقدم في مراحله وأبرز الخدمات التي سيوفرها ووجه سموه بتسريع العمل في إنجاز المشروع حيث ستفتح جامعة كلباء في بداية الموسم الأكاديمي القادم كما وجه سموه بإضافة المزيد من الخدمات للطلبة من جاية أخرى افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مدرسة فيكتوريا الدولية بمدينة كلباء وقام سموه بإزاحة الستار ليتجول بعدها في أرجاء المدرسة واطلع على آلية التدريس في مختلف الفصول وتعرف على مستوى فائدة وتأثير الطرق التعليم على الأطفال وتتكون مدرسة فيكتوريا الدولية من أربعة مباني الرئيسية على مساحة عشرة آلاف متر مربع ترجمة نانسي قنقر